حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثني أبي وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ولقد رأيته يذبح بيدك وضعم قدمه على صفاحهما حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش الزرقي عن جابر بن عبد الله قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين فقال حين وجهه معه إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته حدثنا محمد بن يحيا حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترا كبشين عظيمين سنينين أقرنين أم لحين موجؤين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاء وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقرب من مصلانا حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال سألت ابن عمر عن الضحايا أواجبة هي قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده وجرت به السنة حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا الحجاج بن أرطات حدثنا جبرة بن سحيم قال سألت ابن عمر فذكر مثله سوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال أنبأنا أبو رملة عن مخنف بن سليم قال كنا وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة هي التي يسميها الناس الرجلية حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا عبد الله بن نافع حدثني أبو المثنى عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل بن آدم يوم النح عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض تطيبوا بها نفسا حدثنا محمد بن خلفن العسقلاني حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا سلام بن مسكين حدثنا عائد الله عن أبي داود عن زيج بن أرخم قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبي سعيد قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا محمد بن شعيب أخبرني سعيد بن عبد العزيز حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس قال خرجت مع أبي سعيد الزرقي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شراء الضحايا قال يونس فأشار أبو سعيد إلى كبش أدغم ليس بالمرتفع ولا المتضع في جسمه فقال لي اشتري لي هذا كأنه شبهه بكبش رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عائذ أنه سمع سليم بن عامر يحدث عن أبي أمامة البابلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الكفن الحلة وخير الضحايا لكبش الأقرم حدثنا هدية بن عبد الوهاب أنبأنا الفضل بن موسى أنبأنا الحسين بن وافذ عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة حدثنا محمد بن يحيا حدثنا عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا بالحديدية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن يحيا بن أبي كثير عن أبي سلم عن أبي هريرة قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن حدثنا هلاد بن السري حدثنا أبو بكر بن عياش عن عمر بن ميمون عن أبي حاضر الأزدي عن ابن عباس قال قلت الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن ينحروا البقرة حدثنا أحمد بن عمر بن السرح المصري أبو طاهر أنبأنا ابن وهب أنبأنا يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن بكر البرساني حدثنا ابن جريت قال قال أعطاء الخرساني عن ابن عباس أن نبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيلبحهم حدثنا أبو كريب حدثنا المحاربي وعبد الرحيم عن سفيان التوري عن سعيد بن مسروق وحدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاع عن رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بذي الحليفة من كهام فأصبنا إبلا وغنما فعجل القوم فأغلينا القدور قبل أن تقسم فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت ثم عدل الجزور بعشرة من الغنم حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليس بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما فقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا أنس بن عياض حدثني محمد بن أبي يحيا مولى الأسلميين عن أمنه قالت حدثتني أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز الجدع من الضأن أضحية حدثنا محمد بن يحيا حدثنا عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجدع يوفي مما توفي منه السنية حدثنا هارون بن حبان حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله أنبأنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن حدثنا محمد بن الصباح حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جذعاء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان بن عيينة عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وعبد الرحمن وأبو داود وابن أبي عدي وأبو الوليد قالوا حدثنا شعبة سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز قال قلت للبراء بن عازب حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده ويدي أقصر من يده أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين غلعها والكسيرة التي لا تنقى قال فإني أكره أن يكون نقص في الأذن قال فما كربت منه فدع ولا تحرمه على أحد حدثنا حميد بن مسعد حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن القتابة أنه ذكر أنه سمع جري بن كليب يحدث أنه سمع علي يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعظم القرن والأذن حدثنا محمد بن يحيا ومحمد بن عبد الملك أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر بن يزيد عن محمد بن قرضة الأنصاري عن أبي سعيد الخدري قال ابتعنا كفشا نضحي به فأصاب الذئب من أليته أو أذنه فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا ابن أبي فديك حدثنا الضحاق بن عثمان عن عمارة بن عبد الله بن صياد عن عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ثم تباء الناس فصار كما ترى حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن يوسف وحدثنا محمد بن يحيا حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان الثوري عن بيان عن الشعبي عن أبي سريحة قال حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة كان أهل البيت يضحون بالشات والشاتين والآن يبخلنا جيراننا حدثنا هارون بن عبد الله الحمال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا حدثنا حاتم بن بكر الضبي أبو عمر حدثنا محمد بن بكر البرساني وحدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم حدثنا أبو قتيبة ويحيى بن كثير قالوا حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يقربن له شعرا ولا غفرا حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رجلا ذبح يوم النحر يعني قبل الصلاة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب البجري أنه سمعه يقول شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبح أناس قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح منكم قبل الصلاة فليعد أضحيته ومن لا فليذبح على اسم الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم عن عويم ربي أشخر أنه ذبح قبل الصلاة فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعد أضحيتك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن صالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي زيد قال أبو بكر وقال غير عبد الأعلى عن عمر بن بجدان عن أبي زيد وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى حدثنا عبد الصند بن عبد الوارث حدثنا أبي عن صالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمر بن بجدان عن أبي زيد الأنصاري قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار فوجد ريح قتار فقال من هذا الذي ذبح فخرج إليه رجل منه فقال أنا يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي لأطعم أهلي وجيراني فأمره أن يعيد فقال لا والله الذي لا إله إلا هو ما عندي إلا جذع أو حمل من الضأم قال اذبحها ولن تجزئ جذعة عن أحد بعدك حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مارك قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته بيده واضعا قدمه على صفاحها حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته عند طرف الزفاق طريق بني زريق بيده بشفرة حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن بكر البرساني أنبأنا بن جريت أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقسم بطنه كلها لحومها وجلودها وجلالها للمساكين حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببطعة فجعلت في قدر فأكلوا من اللحم وحسوا من المرق حدثنا أبو بكر أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيانة عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة قالت إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الأضاحي لجهد الناس ثم رخص فيها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فكلوا وادخلوا حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح بالمصلمة لحظ chef حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم relentless رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الأن جيد شكرا 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 شكرا